زمالك عنده يعني طبعا موجود الوينش وعدم موجوده فيه مباريات بيأثر بشكل كبير فيه ادفاع نات زمالك الوينش هيعمل عملية خاصة بالغضروف ألف سلام عليه لعب من اللعبين المجتهدين والمقاطرين فيه الدفاع نات زمالك ومنتخبنا الوطني بالتالي ألف سلام عليه يرجع سريعا مباراة يعني الغضروف دلوقتي يبقى بسيط أسبوعين تلاتة ويبقى موجود فيه المنع أشرف بن شاري مش هيبقى موجود فيه مباراة فاركو اللي هكون يوم الثلاث نتيجة طبعا الطرد اللي كان متواجد هو يغيب فيه المباراتين لفاركو والاتحاد لأن ده كرت أحمر مباشر كان أخده فيه مباراة المقصة وبالتالي طبعا هيغيب عن المباراتين دول أخيرا فريرة بيستقر على بديل أشرف بن شاري هيكون مكانه إمام عشور في المنطقة دي أو في الجبهة اليسرى في الجناح الأيصر مكان أشرف بن شاري وإن كان هو عنده سيسي أنا مع رجل طبعا هو ما بيستفدش منه ليه لكن هو شايف إن إمام عشور هو اللي هيقوم بدور أشرف بن شاري بشكل جيد خلينا بس يعني نشوف المباراة القادمة أخيرا نادي زمالك عنده بند في عقد زيزو يمنعه من الرحيل لأي نادي أهلي بقى زمالك أهلي بيرامدز اسماعيلي أي نادي جوه مصر ما ينتقلش ليه زيزو ده بند في عقد زيزو حتى لو هو هيدفع الشرط الجزائي بقى الشرط الجزائي اتنين واربعين مليون جنيه بعد الموسم الأول ولكن طبعا زي ما بقول للاحتراف فقط الاحتراف الخارجي فقط أيضا في الموسم التاني يبقى الشرط الجزائي بينزل شوية خمسة وعشرين مليون جنيه ولكن زي ما بقولوكم أيضا للاحتراف الخارجي فقط ويمكن نادي زمالك بيأمن نفسه من خلال البند ده عشان زيزو ما يرحلش الأي نادي داخل الأندية المصرية أو داخل فيه داخل الكرة المصرية الدوري المصري